أن تكون واحداً من أوائل الجمهورية أو حاصلاً على درجة الامتياز في الثانوية العامة فهذا ليس كافياً للحصول على منحة دراسية بالخارج لقد تغيرت الطرق وتبدل شكلها وأصبح عليك فقط أن تكون واحداً من أقارب السفراء أو المسؤولين في البلاد هكذا لخصت قصة الطاربة التهامية فاطمة حجري التي تعد واحدة من أوائل الجمهورية واقع الفساد الإداري في الأوساط السياسية والدبلوماسية وتوزيع المنح الدراسية لغير المستحقين الطالبة المتفوقة فاطمة تفاجأت إلى جانب أربع طالبات أخريات حاصلات على درجات الامتياز في الثانوية العامة باستبدال منحهن الدراسية المخصصة من وزارة التعليم العالي لآخرين من أبناء الدبلوماسيين وأقارب سفير اليمن في مصر محمد مارم لتثير هذه القضية صخطاً كبيراً في الأوساط المحلية وزارة التعليم العالي استنكرت قيام السفارة والملحقية الثقافية في مصر باستبدال طلاب التبادل الثقافي المعتمدين من قبل الوزارة بطلاب آخرين من خارج كشف الوزارة المعتمد واستغربت الوزارة من تدخل السفارة بأعمال الملحقية الثقافية فيما وجهت الرئاسة والحكومة بالتحقيق مع السفير اليمني في القاهرة بشأن المنح الدراسية مشاكل عمل السفارة في مصر لم تتوقف عند هذه الواقعة فقد اشتكت طلاب مراراً من عدم التفات السفارة لحل مشاكلهم التي تفاقمت جراء تأخر تسليم مستحقاتهم المالية حالة من الشتات وضياع الأحلام يعيشها المتفوقون في بلادهم إذن وغياب للمساءلة وتغيب للقانون وبقاء في مربع الفساد المالي والإداري الذي تعددت طرقه وأساليبه بصورة أشد وطأة مما كانت عليه ترجمة نانسي قنقر